موسيقى السلام عليكم الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين موسيقى مئات الموظفين الفلسطينيين من حكومة غزة السابقة يتظاهرون امام مجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم موسيقى على واقع تظاهرات تطالب بمنع استغلال الغاز الصخري الجزائر تحيي ذكرى تأميم شركات النفط وتأسيس الاتحاد العام للعمال موسيقى وفي النشرة ايضا ايران تطور صناعاتها التقنية وعينها على تصدير اجهزة الهاتف الخلوي موسيقى اهلا بكم مئات الموظفين من حكومة غزة السابقة نظموا وقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم ازمة طالت بتداعياتها رواتب الموظفين من عكس على حياتهم وظروفهم المعيشية وحد من قدرتهم الشرائية خطوة تأتي بعد اضراب شامل طال مختلف المؤسسات الحكومية احمد شلدان والتفاصيل من غزة في خطوة تصعيدية جديدة اعلنت نقابة الموظفين في غزة الاضراب الشامل في جميع الوزارات ما عدى المدارس مع تمام الساعة الحادية عشرة صباحا الاضراب يأتي احتجاجا على ما تقول النقابة انه تنصل حكومة الوفاق من حقوق الموظفين هذه الحكومة فعلا غير معنية في حل قضايا قطاع غزة وغير جادة في تبني قضايا قطاع غزة وبالتالي يعني عليها ان تعدل من مسارها وعليها ان تقوم بتحقيق كل مطالب قطاع غزة بما فيها مطالب الموظفين الفلسطينيين اتخذوا من الفقوق اما مجلس الوزراء فكان مصرحا لوقفة احتجاجية للموظفين من مختلف الوزارات للمطالبة بصرف رواتبهم وتوفير الحد الادنى من حقوقهم خصوصا بعد تأثر قطاعات حيوية كالصحة والتعليم من جراء هذه الازمة المسلزمات الطبية والسولار للمستشفيات كادت ان تعصف بالمستشفيات الفلسطينية خاصة في خطاع غزة وان توقفها عن العمل اكثر من مرة بدك تيجي على العمل فيش معاك اجرات بعض الاحيان ممكن تخذ نص الطريق ماشي ونص الطريق انك عشان توفر الفلوس الحضانات بعض الاحيان يعني خلص فيه بطرد ولادك من المدرسة ويعمل في حكومة غزة السابقة اكثر من اربعين الف موظف لا يتقاضون رواتبهم منذ اكثر من عام الامر الذي زاد من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة مطالب الموظفين المحتجين هنا وان كانت ذات طابع انساني الا انها مرتبطة بواقع سياسي معقد تمر به القيادات الفلسطينية واقع فرضته التجاذبات الداخلية والحصار الخارجي واستضبابية بشأن اي حلول مرتقبة احمد شلدان غزة الميادين اكد رئيس الحكومة السورية واء للحلق ان بلاده تتطلع لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي مع الهند وذلك خلال لقائه رئيس ادارة غرب اسا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الهندية سانديب كومار المسؤول الهندي اكد حرص حكومة بلاده على توسيع مجالات التعاون مع سوريا والتخفيف من معاناة المواطنين وتأمين مستلزمات صمودهم في وجه الارهاب العالمي وتناول اللقاء اليات تعزيز التعاون الثنائي واستعراض فرص التعاون في مجالات الكهرباء الدواء النقل القطاعات الزراعية والتنقيب عن النفط والغاز والنقل اعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل اصدار سندات دين خارجية بقيمة مليارين ومائتي مليون دولار وتوقع ان ينمو اقتصاد البلاد اثنين ونص في المائة خلال العام الحالي وقال خليل ان بلاده لا تزال تحتاج نحو ملياري دولار اضافية لتغطية الاحتياجات المالية داعيا القوى السياسية الى تجاوز خلافاتها وتمرير القوانين في مجلس النواب ما سيمكن وزارة المال من اصدار سندات اضافية قبل شهر حزيران يونيو المقبل قال وزير البترولا المصري شريف اسماعيل ان وزارته تدرس طرح عشر شركات تبعة للقطاع بهدف ادخالها الى البورصة وقال اسماعيل ان الشركات غير المتوافقة مع البورصة ستتم اعادة هيكلتها للتوافق مع اشتراطات سوق المال وسيكون طرح هذه الشركات هو الاول للحكومة في سوق المال وقعت وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الصناعة الايرانية مذكرة تفاهم لانشاء شركة مشتركة لصناعة المحاولات الكهربائية في العراق بحسب مكشف المتحدث الاعلامي باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس ويلبي هذا المشروع حاجات وزارة الكهرباء العراقية من المحاولات اضافة الى تجهيز الشركات في القطاع الخاص والمصافي بما تحتاجه منها فضلا عن تسويق هذه المنتجات الى الدول المجاورة مستقبلا قبل اكثر من سبع سنوات انطلقت ايران باب انتاج الاجهزة الخاليوية من خلال معمل اقيم في مدينة خرمشهر في محافظة خزستان جنوب ايران واليوم تطور المعمل والقائمون عليه يتحدثون عن افاق جديدة تنتظر صناعتهم مرسلنا في ايران حازم كلاس زار المعملة واعد هذا التقرير ليس الهدف منافسة العلامات التجارية المعروفة عالميا وانما توطين تكنولوجيا صناعة الاجهزة الخليوية هكذا حدد معمل الاجهزة الخليوية الوحيد في ايران هدفه منذ افتتاحه عام 2007 خطوة قطعت مراحل ليست بالسهل حتى تمكنت من الوصول الى ما هي عليه بعد اكثر من سبع سنوات فالمعمل الذي بدأ بخمسين شخصا وصل مجموع العاملين فيه اليوم الى الفين والطموح هو عدم الاقتصار على السوق الايرانية والحديث هنا كما كشف لنا مدير المعمل عن اتفاقيات متوقعة بدخول الاجهزة الخليوية الايرانية الى الاسواق العربية لقد حققنا تقدما جيدا واليوم ننتج الاجهزة المختلفة باساليب متطورة لا تختلف عن التقنيات المستخدمة عالميا نحاول تخطي الصعوبات التي تواجه الانتاج المحلي في السوق الداخلية والمتمثلة بالتهريب كما اننا بدأنا بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع دول عربية كالعراق والكويت واليمن وغيرها بدءا من المعالجات والذواكر واللوحات الالكترونية وصولا الى الاغطية والعلب تمر الاجهزة المصنعة هنا ضمن 14 خط انتاجا موجودا حاليا في المعمل وتخطع للاختبارات اللازمة يقول القائمون على المعمل ان اكثر من 50% من المواد الاولية اللازمة يتم توفيرها محليا وانهم يسعون باتجاه جعل هذه النسبة تصل الى 100% المعمل يحاول تطوير وتنويع انتاجه ايضا من خلال طرقه ابواب الاجهزة اللمسية واللوحية واعتماده نظام الاندرويد منذ تأسيس المعمل تم جذب المتخصصين واخضاعهم لدورات واليوم نحن نلحق التكنولوجيا ونعتمد نظام اندرويد في اجهزتنا طبعا لا يوجد عمل كامل ونحن نطور في عملنا من خلال تواصلنا مع الزبائن الملفت للنظر ان المعمل اقيم في مدينة خرم شهر جنوب ايران وان معظم العاملين فيه هم من ابناء المنطقة نفسها ليس امرا سهلا ان تنافس في التكنولوجيات المتقدمة لكن بالنسبة لهؤلاء هو شعور لا يوصف ان يتمكنوا من انتاج اجهزة خلوية واجهزة لوحية ايرانية بالكامل شعور قد يتعظم اذا ما تمكن القائمون على المعمل من تحقيق اهدافهم بالوصول الى الاسواق المجاورة حازم كلاس خرم شهر جنوب ايران الميادين احيط الجزائر الذكرى المزوجة لتأميم شركات المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال وصح حجاجات المعارضة التي نزلت الى الشارع تضامنا مع سكان الجنوب المعتصمين منذ اسابيع ضد استغلال الغاز الصخري السلطات الجزائرية اقامت الاحتفالات الشعبية في كل الولايات وفي المكان الذي دعت المعارضة للاعتصام فيه اسامة عبد النور لهيب الاحتجاجات الشعبية المناهضة للغاز الصخري وصل الى شوارع العاصمة الجزائرية في ذكرى الرابعة والاربعين لتأميم قطاع المحروقات نزلت احزاب المعارضة الى الشارع للتضاهر تضامن مع سكان الجنوب الوقفة الاحتجاجية قوبلت بالتصدي من جانب السلطات بسبب قانون منع التضاهر في العاصمة الجزائرية تشعر كذلك بانه فيه شركات اجنبية لما قدرش تنقب عندها جاتل عندنا احنا تنقب لانا يرون ان هذا الشعب ليس له ضمير ولا يتحرك ولا يدافع المستقبل اجلته قد نكون مضطغين على مدة 20 سنة ربما لاستقلال الغاز الصخري ولكن اليوم هناك حلول اخرى لكي نحافظ على استقلاليتنا فيما يخص المحروقات الحكومة الجزائرية قررت اقامة الاحتفالات الرسمية في القاعدتين النفتيتين بوهران وحسي مسعود في الجنوب محافظة العاصمة تعمدت اقامة الاحتفالات في الموقع الذي دعت المعارضة للتظاهر فيها خطوة جسدت منطقة السلطة والتمسكها باستغلال الغاز الصخري نحن مجبرون جميعا ومعا للمحافظة على امن واستقرار الجزائر ولن نترك الفرصة ابدا لأي مغامر او مقامر او متاجر نحن نريد ان يكون هذا القرار يتجدد مرة اخرى من خلال ان يتمتع الشعب بطروته لا ان تتغلب مجموعة فاسدة وان يتغلب المال الفاسد ويحكم البلد خطر المال الفاسد اكثر بكثير من خطر احتكار الثروة من الشركات المتعدة الجنسيات الاحتفالات بالذكرى الرابعة والاربعين لبسط السيادة على المحروقات اتميزتها لأول مرة في تاريخ الجزائر اضطرابات شعبية وازمة عالمية في اسعار النفطة رمال غلق الذي مارسته السلطة ضد المعارضة الى ان هذه الاخيرة اصرت على اسماع صوتها والتضامن مع سكان الجنوب ضد ملف الغاز الصخري في ذكرى تأميم المحروقات وسمى عبد النور من قلب العاصمة الجزائرية المياد في الخبر الاخير وافق وزراء المال في منطقة اليورو على مواصلة برنامج المساعدة لليونان بناء على خطة الاصلاحات التي اخترحتها اثنى وكانت العاصمة اليونانية قد تعهدت بعدم الغاء اي عمليات خصخصة جارية او مكتملة وبتجنب الاضرار بالموازنة اضافة الى اجراء اصلاحات ضربية وكبح الانفاق الحكومي وذلك ضمن قائمة الاصلحات التي سلمتها مساء يوم الاثنين الى المقردين الدوليين من جهة اخرى تعهدت اليونان بتزويد ثلاثمائة الف اسرة فقيرة بالكهرباء مجانا وتوزيع بطاقات مساعدات غذائية وبطاقات مجانية للنقل العام للمواطنين الاكثر فقرا مع هذا الخبر نأتي الى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة الميدين دوتنات للمزيد الى اللقاء